أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بمتابعة توفر جميع السلع بالأسواق على مستوى الجمهورية وأكد استمرار العمل على مراقبة الأسواق وتكثيف الحاملات التي من شأنها أن تسهموا في ضبط حركة الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار وخلال اجتماع لمتابعة جهود توفر السلع وضبط الأسواق جدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة زيادة جهود القضاء على الحلقات الوسيطة بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لافتا في هذا الصدد إلى أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية هذا إلى جانب المنافذ المتحركة للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الاجتماع مع أصحاب المزارع المتوقفة عن الإنتاج وبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوافر بيض المائدة في الأسواق